موسيقى مشاهدنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى نشرة حوال الطاقسة نقدمها لكم من قناة البلاد تبقى وضعية جو مغشات مطر بعض الأحيان على أغلبية الولايات الساحلية الوسطى هذه السحب تتجه تدرجيا على أغلب الولايات الشمالية للبلاد نستهل صفحتنا الجوية مشاهدنا كالمحتاج بسؤال القمر السنعي التي توضح تمركز غيوم تكون كتفة على أغلبية الولايات الداخلية وحتى المناطق الساحلية للبلاد أما بالنسبة لتفاصيل وضعية الجو المرتقبة إن شاء الله لهذه الليلة إن شاء الله نرتقب أوضع جوية تكون غائمة مطر بعض الأحيان على أغلبية الولايات الساحلية الوسطى الشرقية وصولا إلى شرق الهضاب العليا فيما تبقى الأوضاع الجوية قليلة الغيوم على أغلبية الولايات الشمالية الغربيات السحب تتجه تدرجيا نحو المرتفعات الداخلية الوسطى الغربية للبلاد بالنسبة لمناطق السحراوية نرتقب تمركز بعض الغيوم التي تكون كتفة مرفوقة ببعض الخلايا راعدية منعزلة وبعض القطارات من الأمطار بوسط الصحراء بالواحات لتبقى الأوضاع الجوية مستقرة تماما على منطقة الصورة أقصى جنوب وحتى بمرتفعات الهوغار والتاسيلي بالنسبة لدرجات حررت الجو المرتقبة التي ليلة إن شاء الله ستصل إلى حولي 5 درجات سجد كأدنى مقياس على منطقة الجلفة والمدية سجنة 6 درجات منصف لمنطقة البيض مرتفعاتنا عامة مشرية وحتى على منطقة بتنة ومرتفعات الأوراس حولي 16 درجات سجد على منطقة عنبسكيكتالقالبجاية وجيجل حولي 17 درجات سجد على جزال عاصمة ومجورها من المناطق الساحلية 13 درجات سجد بالنسبة لمنطقة وهران مستغان موات لمسان وحتى على منطقة العبدل والتبلبال 21 درجات سجد على منطقة تندوف كما سجن 20 درجات بسحة تنزروفت بيرغن بتمنطقة وقرارات 21 درجات سجد على منطقة زلفان 21 درجات بوقلا حسيم سعود الوات إناميناس 29 درجات سجنها بكل من مرتفعات الهوغارو التاسيلي وبأقصى الجنوب الجزائري أما بالنسبة لوضعية الجو مرتقبة لصبيحة يوم الغد إن شاء الله نرتقب نفس الوضعية الجوية أجواء غائمة وماطرة على أغلبية المدن الساحلية الوسطى الشرقية وصولا إلى أغلبية ولاياتها الهضاب العليا هذه سحب والأمطار تتجه مباشرة نحو المدن الشمالية الغربية لها سحراء وحتى على منطقة الواحد فيما تبقى الأوضاع الجوية غائمة جزئيا بوسط صحراء الجنوب الغربي وصولا مباشرة إلى أقصى الجنوب الجزائري درجات حرارة جو مرتقبة لصبيحة يوم الغد إن شاء الله ستتروح ما بين 17 درجات سجنها على منطقة عنابسكي كذا قال جيجر وبجايس 18 درجات سجنها على الجزائر العاصمة بومردس تيباز حوالي 15 درجات سجنها على وهرم مصغانم تلمسان عين تيموشن حوالي 7 درجات سجنها كأدنى مقياس بمرتفعات الأوراس بقسنتينة برج بوريج وحتى على منطقة سطيف 12 درجات سجنها سجنها بكل من منطقة تصورة العبدلة تبلبالا بشار 17 درجات سجنها بتيندوف 11 درجات سجنها على منطقة تاغيت زلفان وحتى على منطقة غردايا حوالي 13 درجات سجنها على منطقة ورق لحسيم سعود الواد وصولا إلى عناميناس 22 درجات سجنها كأعلى مقياس بسحارة تنزروف بيرغان بيتامنطيت بقرارا وحتى على منطقة تيميمون حوالي 21 درجات سجنها على مرتفعات الهوغار والتاسيلي و18 درجات سجنها بأقصى جنوب الجزائري ببرج برج مختار وعنقزام أما بالنسبة للملاحة والسيدة البحرية بقضاء من البحر هادئ ومعتدل على أغلبية السواحل الوطنية وهذا وفق رياح تكون بعض الأحيان جنوبية وبعض الأحيان تكون شمالية شرقية لا تفوت سرعتها 11 كيلو متر في الساعة مشاهدنا ختم النشرة جوية كالمعتاد بورقة المعلومات الفلكة التي تقصى جزا العاصمة ومجورها لشروق وغرب الشمس إن شاء الله شروق الشمس سيكون في حدود ساعة 7 و60 دقيقة الغربة إن شاء الله سيكون في حدود ساعة 5 و31 دقيقة بهذا نصبكم إلى نهاية النشرة الجوية الليلية طبت وقتكم في مانيلا اشتركوا في القناة